خلينا نشوف أخبار الجو والسقعة اللي احنا فيها دي يعني البرد وصل لداخل الستوديو فيعني منا ممكن تقول لنا درجات الحرارة داخل الستوديو دي خارج حدود قدراتي بس النهاردة كيف؟ في الستوديو ولا بره الستوديو؟ لا بره الستوديو ده شيء داخلي كده بيننا ومن بعد طيب النهاردة جو أفضل بكتير الحمد لله هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة يكون فيه ارتفاع نسبي في درجات الحرارة والتقسي يكون مائل البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ويكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سينة وشمال وجنوب السعيد بليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء بيوصل لحد السقيع على وسط سينة النهاردة كمان هيكون فيه أتربة علقة في الجو وحيكون فيه نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب السعيد وممكن تكون الرياح دي مثيرة للأتربع على السواحل الشمالية والغربية خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة القاهرة العظمة فيها 18 وي الصغرى 10 الإسكندرية 18-10 مطروح 17-10 سيوى 17-5 بورسعيد 17-10 دميات 16-6 الإسماعيلية 19-9 والسويس 19-10 العريش العظمة فيها 17 والصغرى 8 كاترين 11 سالب واحد وده أفضل بكتير من مبارح طابة 17-10 مشيخ 19-13 الغرداء 20-12 الفيوم 18-7 بني سويف 18-7 والمينيا 18-6 السيوط العظمة فيها 19 والصغرى 6 سهاج 20-7 قنى 17-6 الأقصر 20-7 أسوان 20-7 الوادي الجديدة 20-6 شراتين 22-12 أما حلايب العظمة فيها 20 والصغرى 13 نرجع الآن لحسام والجمعنا نكمل كلامنا الجو النهاردة أفضل آما لا توقعش فرق كبير في الدرجات لكن أدفى من مبارح أدفى من مبارح يا حسام قبل أن تسأل الحمد لله حصر حصر صوحر فلاني نارك سعيد حب